تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لمصر أكد الرئيس العراقي حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وقد توجه الرئيس السيسي بالشكر لنظيره العراقي على هذه اللفتة الكريمة مؤكدا مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون وتنصيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين موسيقى